نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من إعلانات منسوبة لوزارة القوى العاملة تزعم تقديم عقود للعمل خارج مصر مقابل الحصول على مبالغ مالية وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة القوى العاملة وأكد أن أي فرص جديدة للعمل خارج البلاد يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بوزارة القوى العاملة سواء على الموقع الإلكتروني أو على الصفحة الرسمية المتاقة على موقع تواصل اجتماعي الفيسبوك مناشداً للمواطنين ضرورة توخي الحضر تجاه محاولات النصب والإبلاغ عنها فوراً وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية حيال هذه الوقاعة